بسم الله نبتدي بدا ونلتمس رضا سبحانه جل علا به نستعين وعلى هداه نستقيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أهلا بحضرتكم أهل الخير بنتكلم على أهمية الثقة في الله يكون دايما عندك ثقة في اللاكرة عارفين لما يكون عندك بيب صغير وانت كأب أو كأم وتلاقيك كده بتحدفه الفوق زي ما نقول بتشقطه كده وتلاقيه البيب مبسوطه وبيضحك هو بيضحك ليه واصق 100% أنه لما ينزل تحت هيكون في إيديك ففكرة دايما أن اللي يحصل معاك يكون فيه ابتلاء مثلا بمرض يكون فيه ابتلاء في ضيق الرزق يكون دايما تيجي حس رزقك شوية أو الأمور وقفة معاك شوية أو المود أو النفسية أو المزاج مش قوي خلي دايما عندك ثقة في الله وثقة بالله الناس اللي عندهم ثقة ويقين دايما أن فرج ربنا موجود وكبير حتى لو اتأخر بتلاقي والله دايما ربك كرمهم وبتلاقي حتى المشكلة بتعدي على خير والناس اللي معاهم كل الإمكانيات والصلاحيات لكن ما عندهم للأسف بقول ثقة في الله بتلاقي دايما عايشين فهم ونكد وحزن وحاجات كثيرة جدا نعرفها من شيخنا الفاضل والجليل اللي انوارنا النهاردة مع أهل الخير شيخ وليد العويسي من علماء الأصدر الشريف أعلن بيك مولانا أكرمكم الله وعزاكم دكتور الله يكرمك تفضل مولانا كلام جميل والله وكلام رائع الله يكرمك ولكن يشترط فيه أمر أيها أن يكون العبد مع الله تبارك وتعالى في كل شيء تمام تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك الله سبحانه وتعالى مطلع عليك أن تكون في معية الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إذا كان العبد مع الله تبارك وتعالى فلا يخشى شيئا إلا الله تمام إذا كان العبد مع الله تبارك وتعالى يخشى الله سبحانه وتعالى في كل أمور يخاف أن يفعل ما حرم الله تبارك وتعالى وأن يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في حديثه الكدسي وعزتي لا أجمع على عبد أمني ولا أجمع عليه خوفين وعزتي وجلالي وجلالي لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع له أمني بمعنى؟ يعني إيه؟ إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة وإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة يعني إيه؟ إن خافني في الدنيا بيصلي يصوم يتعرب ربنا سبحانه وتعالى يخاف الله سبحانه وتعالى في جميع أموره أن يفعل سيئة خاف ربنا في الدنيا أمن ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة فأدخله الجنة طب لو أمن ربنا في الدنيا عنده ماله عنده جاهه عنده زوجته عنده أولاده أمن عقاب الله تبارك وتعالى بكل هذا ربك في الأخر يسأله من أين جئت بالمال من أين جئت بالجاه من أين جئت بكل هذه الأمور فربك سبحانه وتعالى لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين جميل طيب إذا علم العبد أن الله تبارك وتعالى يراه ومطالع عليه لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد جميل هارجل قول لو يعلم العبد أن الله يراه مظبوط طيب إحنا للأسف ناس كتير مننا جدا ممكن يزن بالزم ويعمل حساب للناس أكتر من رب الناس تمام وكأنه عارف أن الناس صعب يغفروا لي أو صعب يأخذوا فكرة عنه بالشكل ده لكن هو عارف أن ربنا غفور أو في نفس الوقت برضو ممكن يزن بالزم رغم كل المعرفة اللي هو عارفة أن ربنا غفور وكريم وبيسامح وكل حاجة لكن الذنب اللي أنت بتزنبه وكأنك ما أنتش خايف من ربنا وخايف من الناس هنا نترجم الكلام ده بإيه مولانا أقول له أتخشى الناس والله أحكو أتخشى ستنا ربع العدوية فهمة المعنى والمكسود تمام فقالت إيه إن صح منك الودو فالكل هينو تمام وكل الذي فوق التراب تراب يعني يا رب لو أنت رضيت عني وأصبحت في معيتك ما يهم من الشيء ويا ليت الذي بينك بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب يا الله شوف السقة في الله سبحانه وتعالى يهمها إن بينها وبين ربنا يكون عامر حتى لو كان بينها وبين البيئة الله يكرمها ما فيش عماري حتى لو أنك نظرت ما فعلت في السابق تمام كانت تفعل كذا وكذا وكذا لما تابت لله سبحانه وتعالى وأنابت علمت أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء ربك سبحانه وتعالى هو المطلع وهو الرقيب جميل إذا علم العبد هذا الأمر أصبح إيه أصبح مفتاح للخير مغلاق للشر ربنا يكرمك يا مولانا وربنا رب يجعلنا كده مفاتيح للخير ومع أهل الخير دايما ميكملين معكم معنا دلوقتي تقرير عن المسجد الكبير اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيت في محافظة الدعالية هنشوف المسجد محتاج ليه ونرجع نكمل بإذن الله مع أهل الخير موسيقى 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 دلوقتي احنا معانا الحج سيد من أهل المكان ومن أهل القرية والقائمين على المسجد وهو حيحدثنا عن تاريخ المسجد وحاجة المكان ده للمسجد وتوسعت المسجد إن شاء الله ونشوف إيه المطلوب من أهل الخير إذاك حج سيد إذاك يا مولانا موسيقى وحضرتك طيبة باشي الله يبارك عمرك رب إحنا عايزين نعرف المسجد ده ما ابني بقى لوقت إيه وإيه المطلوب من إيه دلوقتي والله المسجد دي أنا أول على آية أنا عنده 40 سنة بس أسمع الناس يقول من 70 إلى 80 سنة عمر طبعا زي ما أنت شايف المسجد في أماكن كتير وزي ما أنت شايف مشارخة وبيضة وطبعا البلد كبرت وهم بنيجي نصلي الجنازة طبعا ما فيش مكان نصلي فيه بنصلي في الشارع لأن طبعا الجامع منافعه كتير بس الجامع صغير فإحنا بنشد أهل الخير إن يوقفوا معنا وإن ابن الجامع دي بيت من بوت الله يعني طيب هل فيه خطة لتوسيع المسجد يعني فيه أماكن إضافية المكان ده أنا شايفه خارج المسجد مساحة لا بأسة بها وهل فيه أماكن تانية يعني فيه خطة الهدم والبناء المسجد ده حيتم توسعته حيتم توسعته طبعا هيعايزين كتير خالص لأن عندنا المبنى دي كتوحدة صحية قديمة فهتخش في المسجد طبعا هيتكبره جدا والبرندات وهيبقى مسجد كبير خالص إن شاء الله طيب هل المسجد هيكون مستقر أو يعني متوقف يعني إنه مسجد فقط ولا هيكون فيه دار تحفيز والمستوصف الطبي هيشتغل هيبقى فيه تحفيز القرآن وهيبقى فيه كل حاجة إن شاء الله لأن المستوصف الطبي دي فيه مكان ليه تاني فهيتوسع في المسجد فهيبقى مسجد وتحفيز القرآن يعني عشان الناس المسجد ما بخدش الناس أصلا فيبدأ ياخد أهل القرية كده يعني اللي أنا شايفه ده أكبر مسجد في القرية ده اللي بتقام فيه الجنائز واللي بتقام فيه الجمعة ولكن حجمه غير طب نصلي بقى في الشارع طبعا إنه ما فيش بنفرج بقى في الشارع بره وبنصلي إنه مش باخدنا الكتلة يعني الناس كتري طيب هل إحنا سمعنا إن المسجد طلع له تصريح هدم وبناء أه طلع له هدم وبناء طلع له رخصة هدمه ورخصة اللي بينا الوقت شغالين فيه إن شاء الله طيب إحنا إحنا المطلوب بقى من أهل الخيرة علشان نبدأ مع عملية الإحلال والتجديد بس يساموا معنا إن شاء الله كده وكلنا برضا كنساهم برضاك ده حاجة لربنا سبحانه وتعالى وإحنا كلنا برضا كنساهم بمجهوداتنا وبمالنا ده حاجة يعني صدقة عظيمة حاجة قدامنا إن إحنا نعمل حاجة كويسة يعني أهل القرية اللي أنا فهمه من حضرتك إن هم ما هيبذلوا استطاعتهم في المسجد ولكن محتاجين يقدروا طبعا إن مساحة كبيرة طبعا والدين يا زي ما أنت شايف حضرتك بس كل واحد هيساهم على قد ما يقدر يعني إحنا شايفين الصدق في كلام الحج سعيد وأي حد هيجي يزور المسجد هنا حيلاقيه موجود إن شاء الله وحيستقبله والمسجد طلع له تصريح الهدم والتصريح المبناء بيخرج على طول في وقت سريع إن شاء الله فاحنا محتاجين من أهل الخير يعني ساهموا معنا أهل القرية حيبذلوا جهدهم وبيبقوا يعني أعديهم للمسجد وكمان اللي حيقدر يساهم بجزء من المال أو بأي حاجة تساعد مع المسجد مش هيتأخر ولكن ده حيكون غير كافي لأنه لو كان ده متاح كان زمانهم عملوا عملية الإحلال والتجديد بدون ما يلجأوا لجمعية عمر بن عبد العزيز أو ينشدوا أهل الخير وده باب من أبواب الخير وإحنا بنوعد الحاجة سايدة إن شاء الله في القريب العاجل هننزل لإحلال وتجديد المسجد الكبير بإذن الله عاوزين نواجه رسالة أهل الخير هل هيجي هنا المسجد أو يتصل بجمعيتهم ربما؟ أي شرة في أي وقت هيتلانا متواجدين ويتبرع في المحجر هنا هو تقول نحن نتبرع برضا وهنجيب اللي عايز يجيب أسمنت اللي عايز يجيب طوب المسجد بتاع المحجر موجود اللي هيحطها حي حاجة يحطها بإيده عشان يبقوا متأكد هنا يتحط هنا هعيز يحط طوب يحط أسمنت المحجر رائب مننا جدا جميل جدا يعني ممكن المتبرع يجي يروح يحجز مثلا لو ما نعاوز ثلاثة أربعة أسمنت المحجر على حساب المسجد عايز كم أسمنت على استطاعته بالنسبة للأكل كل أهل البلد هيبردك بالنسبة للأكل كله هيطلع كل واحد يبقى عليه أكل يوم والناس مش متأخرة خاله نفسوه من المسجد البنبس إن شاء الله يعني الرسالة واضحة وإن شاء الله قريبا هنشوف حضراتكم هنا في المسجد واتصالاتكم الأرقام واضحة قدامكم على الشاشة وكلنا ثقة إحنا مقبلين نقع على رمضان بقي شهور قليلة ولكن إن شاء الله في أسرع وقت هيتم عملية الإحلال والتجديد المسجد النسم احتجاه فعلا لأنه هو المسجد الكبير بس اتبنى من سنين كتير فحجمه بقى صغير بمقارنة عدد السكان لذلك في صلاة الجمعة بيكونوا في الشارع وفي صلاة الجنازة بيكونوا في الشارع هذا لا يرد الله عز وجل ولا يرد المؤمنين وإن شاء الله عز وجل في القريب العاجل هنلاقي المسجد ده في أفضل صورة بإذن الله موسيقى أهلا بحضراتكم مرة أخرى أهل الخير شفنا مع بعض تقرير عن المسجد الكبير اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز ببني عبيد بمحافظة الدهلية هلين هناك ده المسجد الرئيسي اللي في المكان اللي بتخرج منه جنازة لما بيكون عندنا كتب يكتاب يكون في المسجد الكبير وزي ما قلنا دايما كده أي مكان يقولك المسجد الكبير تعرف إنه هو المسجد الرئيسي في القرية أو في المكان اللي الناس عايشين فيه المسجد هنقول متاح الناس تصلي فيه لكن الكفافة السكانية بقت أعلى بكتير المسجد مبني بقاله سنين واسنين واسنين وعطى عليه الزمن فأهلنا محتاجين إنه يتم هدم المسجد الكبير وخصوصا إنه فيه مساح حول المسجد ممكن أهلنا هناك يستفادوا بيها طيب أهل الخير موجودين بإذن الله موجودين أي حد عايز يساهم في إعادة بناء المسجد الكبير مرة أخرى من خلال الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة من خلال مؤسسة عمر ابن عبد العزيز ويا رب الواحد بيتمنى كده إنه يجي بعد فترة ونلاقي إنه تم الانتهاء من المسجد الكبير على خير موضوع حلم أو حلم طيب الحلم صعب لا والله ما فيش أبدا أي حاجة صعبة على المولى التبارك وتعالى وخصوصا إنه ده بنقول بيت من بيوت الله يا رب دايما مع بعض ومع أهل الخير مكاملين مرة أخرى ورحب بضيف الغالو الجليل الشيخ وليد العويسي من علماء الأذر الشريفي أهلا بيك أكرمكم الله وعزاكم فضلا مولانا فكرة بأنك تكون في معية الله وأن ربنا يستعملك في الخير دايما من كان في معية الله تبارك وتعالى كان مفتاحا للخير مغلاكا للشر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس من هم مفاتيح للخير مغاليك للشر وإن من الناس من هم مغاليك للشر مفاتيح للخير فطوبة لمن كانت مفاتيح الخير على يديه وويل لمن كانت مفاتيح الشر على يديه يا الله طوبة في الجنة وويل وادي في جهنة سبحان الله شوف انت عايز تختار ايه وشوف سيدنا النبي والمولد تبارك وتعالى يعني انت من اي فريق ربنا يا رب يجعلكم من اهل الخير دايما فضلا مولانا وربنا سبحانه وتعالى جعل اولياؤهم يحبون المساكد دايما الانسان المتقل لله تبارك وتعالى الذي يعيش مع معية المولى تبارك وتعالى دائما وابدا يعيش في بيت الله تمام متعلق قلبه ببيت الله تبارك وتعالى بيت الله سبحانه وتعالى لا يبنى رفاهية تمام لأن بيت الله سبحانه وتعالى هو روضة من رياد الجنة شيخ هذه الرودة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تلاميذ هذه الرودة عمر وأبو بكر وعثمان وعلي وأحسن الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هم تلاميذ هذه الرودة طب إيه المواد المكررة كتاب الله تبارك وتعالى الوحي المنزل من السماء طب إيه الشهادة اللي هيخدها الشهادة هي إيه أن تكون كلمة الله هي العليا دكتور محمد المسجد هو صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى طب إذا انقطعت هذه الصلة يبقى العبد انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على قبر فيسأل من صاحب هذا القبر فقال يا رسول الله فلان فقال صلى الله عليه وسلم رقعتان أحب إلى هذا من دنياكم تاني رقعتان في مسجد أحب إلى هذا الميت من دنياكم وكأن الميت يريد أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى فيصلي رقعتين لله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبينها لأصحابه أن كل الدنيا اللي انت عايش عليها دهيت رقعتين بس أفضل من هذه الدنيا أفضل من المال وأفضل من الجاه وأفضل من البنون وأفضل من الزوجة إذا بيت الله تبارك وتعالى لابد أن يكون له دورا عظيما في هذا المجتمع أحد المستشركين بيقول إيه؟ بيقول ما يزال المسلمون في قوة لو عندهم حكتين أيها المسجد وكتاب الله تبارك وتعالى المسجد وكتاب ربنا أيها ما زال المسلمون في قوة ومنعة وحصن إذا كان عندهم شيئين أهم الشئين دولت بيت الله تبارك وتعالى وكتاب الله سبحانه وتعالى كتاب الله وسنة رسول الله المستشركين بيترجم كلام سبنا النبع عليه الصلاة والسلام المستشركين عندهم علم أكتر ما عند المسلمين تمام بس للأسف الاستشرك أيها دايما بيكون في صالح المستشرك صحيح عايزي طلع أي أخطاء في الإسلام صحيح دايما بينظر إلى الثغرات ثم يبينها للعامة تمام دهو المستشرك لأنه ينظر إلى الشرك ينظر إلى الإسلام ينظر إلى حضرة الشرك مش كلهم بس فيه ناس ربنا سبحانه وتعالى بيهدهم للإسلام في أسلامهم لكن دور المسجد والله يا دكتور دوره عظيم جدا فما بالك إن كان المسجد نفسه مش موجود إن كان المسجد مهدم إن كان المسجد ما تقدرش تأدي فيه الصلاوات وجردنا التجربة دي أيام فترة بيروس كورونا كلنا بلا السنة كنا محرومين من المسجد في الصلاة كنا حاسين بأداء بمعنى الحرمان الحقيقي لكن الإنسان مولانا لما بيكون النعمة موجودة قدامه باستمرار ما بيحسش بيها أحيانا يعني لكن عند فقد النعمة بيعرف أهمية للأسف بيسموها إلفة النعمة صحيح الإنسان ألف كل يوم إنه يستنشك إنه يتكلم إنه يرى طب لو فقد نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليك يعمل إيه؟ ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في أرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وبطنة ولكن للأسف من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير إحنا ألفنا النعمة لكن إذا فقدت منا نرجع إلى الله تبارك وتعالى له رب خطي سامعي ولا بصري ولا جسمي ولا ابتلتني بالمرض تمه ربنا سبحانه وتعالى قال لك في الأول أدي شكر الله تبارك وتعالى لهذه النعم تمام طب ربنا أعطاك نعمة المال كيف أؤدي شكر نعمة المال سؤال جميل جدا أننا حريك بتقول له في نعمة وخصوصا نعمة المال إزاي أدي شكر هذه النعمة العظيمة لو كانت في مكانها لكن أستأذنك وأستأذن المشاهدين المحترمين مع هنا أيضا تقرير عن المسجد الرحمن اللي موجود في قرية الوفاء بمدينة العمرية بالأسكندرية هنشوف المسجد محتاج إيه وخصوصا أن أهلنا هناك في قرية الوفاء يعني إمكاناتهم المادية محدودة لكن لابد من هدم المسجد وإعارض بمرة أخرى وحضراتكم أكيد هتشوفوا اللي بيحصل في التقرير ونرجع نكامل معكم بإذن الله مع أهل الخير المسجد هو تابع لقرية الوفاء من سنة 92 هو مبني الجدران بتاعته متشرخة وجيء وقف من الأوقاف على سبيل أنهم الجامع ما عادش يصلح للصلاة فطلبين وبناش الأهل الخير أنهم يقفوا معانا علشان خاطر الجامع دا يتبنى طبعا في ناس كبيرة وفي شيوخ وفي نساء بيجوا يصلوا فيه ما عادش قادرين لإلا بأنه وبين أقرب جامع ما يقرب من كيلو نص أو اتنين كيلو وإحنا تابعين للعمرية محافظة اسكندرية والمسجد دي مبني على طريق أسفل بيخدم الناس المرة من هنا ومن هنا اللي راحين الكرة اللي بعد مننا والقبل مننا قبل من صحاب المكان فيحنا عايزين أهل الخير يساعدونا ويقفوا معانا نبني جامع لإن إحنا كلنا يعني على الله الحمد لله فيحنا بالناشد أهل الخير يقفوا معانا والنبي لإن إحنا من 92 والجامع معرض للسقوط وإحنا حاليا دلوقتي مش معانا حاجة نجوم الموضوع الجامع دي فيساعدونا لوجه الله بالناشد أهل الخير يساعدونا في بنية المسجد المسجد من 92 وجدرانه مشرخة ومعودناش عارفين نصلي فيه بنصلي في بيوتنا ما فيش مكان نصلي فيه وإحنا في الصحراء بنناشد أهل الخير يساعدونا لإلا ظروف على قده معانا الجامع دي مبني من 92 وتقفل هندسيا بقاله سنة إحنا ثمن تلاث نسمة بيننا وبين أقرب جامع كيلو ونص كلنا ناس كبيرة وكله بصلوا في بيتنا وديه جامع على الطريق جامع على الطريق السريع بيخدم الناس قبل أنا أنا عايز أهل الخير يساعدونا فيه احنا بنطالب أهل الخير لإنهم يساعدونا في بناء المسجد احنا قرية كبيرة جدا يعني حوالي 8000 نسمة أو 9000 نسمة وهنا الناس مش قادرة اللي هي يعني تبني المسجد ده أو تقوم ببناء المسجد فاحنا بنطالب أهل الخير اللي هما يقوموا معنا ببناء هذا المسجد لإن هنا الناس كلها على الله وناس كلها بتشتغل على دراحها فاحنا بنطالب أهل الخير ببناء المسجد المسجد ده يعني مبنى من 92 والمسجد يعني هائل للسقوط والناس مش قادرة الناس الكبيرة الناس المسنة مش قادرة اللي هي تطلع تصلي في الكرة المجورة لإن الكرة المجورة بعيدة عن المكان بحوالي 2 كيلو ماشي فاحنا بنطالب أهل الخير يعني رأفة بالناس الكبيرة بس احنا بنطالب الناس الكبيرة اللي هي تطلع حتى تصلي في المكان اللي احنا مقيمين فيه لإن فيه ناس عندها 70 و 80 سنة مش قادرين اللي هما يطلعهم يروحوا أي كرية تانية والناس ما بتروحش تصلي الناس كلها بتصلي في بيوتها فاحنا بنطالب أهل الخير لإن هذا المسجد يعني ماسك ماسك تحتبر على الصحراء فالناس حتى المرة اللي على الطريق بيخشوا حتى يصلوا فيه فاحنا بنطالب أهل الخير ببناء هذا المسجد اللي هما يساعدوا أهل المكان في بناء هذا المسجد الجامع ده مبدأ من زمان وهي اللي السقوط وإحنا ناس كبار ومش لإحنا نروح ما فيش حد يعني يعني عايزين مساعدة من عندكم يا بيت ربنا سبحانه وتعالى وربنا يقويكم في فعل الخير يا رب زي ما حضرتكم كده شفته تأرير عن مسجد الرحمن اللي موجود في قارة الوفاء بالعمرية بالأسكندرية المسجد على طريق تعداد سكاني تقريبا أكتر من 8000 نسمة الإمكانيات المادية زي ما حضرتكم شايفانها محدودة وأهلنا واضح جدا من كلامهم في التأرير كل أمنية أهلنا هناك في قارة الوفاء أن مسجد الرحمن يتم الانتهاء منه على خير ويتم يعارض بناءه بإذن الله طيب لو أي حد شاف التأرير وتفرج علينا وعايز يساهم في مسجد الرحمن يعمل إيه حضرتك هتكلم مؤسسة عمر ابن عبد العزيز من خلال الأرقام اللي موجودة أمام حضرتكم على الشاشة ولو حضرتك عايز بنفسك تيجي تشوف المسجد اللي بيحصل فيه أهلا بيك حضرتك فاضي أهلا بيك حضرتك مشغول برضو أهلا بيك جمعية عمر ابن عبد العزيز هيبعتولك المندوب وأيا كان نوع المساهمة اللي أنت عايز تساهم بيها يا ربي دايما كده يعني أهل الخير يكونوا متواجدين معنا لأن بدون توفي المولى تبارك وتعالى وكل صراحة كده وبدون وقوف أهل الخير في أعمال الخير الموضوع بيأخذ وقت وبيكون صعب فيا ربي ننتهي على خير من مسجد الرحمن اللي موجود في قرية الوفاء بالعمرية بالأسكندرية متكملين معكم مع أهل الخير مع شيخنا الفاضل والجليل الشيخ وليد العويسي من علماء الغذر الشريف أكرمكم الله وعزيز شكر نعمة المال الله سبحانه وتعالى شرع لنا الزكاة وقال عنها خذ من أموالهم صدقة هتعمل بها يا رب تطهر هذا المال وتزكي نفس هؤلاء القوم الله سبحانه وتعالى أعطاك مالا وبارك لك في هذا المال فلما لم تجعل من هذا المال نصيبا للفكراء نصيبا لإعمار بيت الله تبارك وتعالى وإعمار بيت الله سبحانه وتعالى على أمرين إعمار حسي وإعمار معنوي يعني إيه حسي يعني أشوف المسجد محتاج إيه إذا كان المسجد مهدم أتصدق لله تبارك وتعالى حتى يقام هذا المسجد إذا كان المسجد محتاج شبابيك محتاج بلاط محتاج إضاءة محتاج كل هذا خذ من هذا المال واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيضاعف لك الأجر وأن الله سبحانه وتعالى سيبني لك بيتا كما كنت تساعد في الدنيا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كمي في حسي قطاء بنا الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنة بس الملاحظ هنا هي بيوت الجنة زي بيوت الدنيا أبدا خليني عملت قصر المشيد وجبت من الفسيفساء والذهب وغير ذلك واللهم يجي واحد على عشرة أو واحد في المليون صحيح مما أعده الله تبارك وتعالى لعبادك شان الصانع والله الله يكرمك أعددت لعبادية الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن بيوت أهل الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة حد في الدنيا يعرف أن يعمل الكلام ده؟ أبدا لكن الله تبارك وتعالى وعد ووعد الله سبحانه وتعالى سينفذ أعددت لعبادية الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت بس ربنا سبحانه وتعالى لم يشرع أنك تنفك مالك كلاته جميل أبدا خذ جزء منه جزء بسيط ذلك لإعمار بيت الله تبارك وتعالى طيب جميلة مولانا أحيانا في بعض الناس ما بيقاش في حياتهم نذر يعني النذر اللي هو شرط قصة شرط والله أنا لو ابني دخل للكلال فلانية هتبح عجلة على سبيل المثال ده شيء مشروط بشيء وكأنك بتشترط على المولى تبارك وتعالى لكن في بعض الناس مننا يقول لك والله بإذن الله أنا نوي لما يجيلي كذا أطلع كذا ليلا مش نذر ولا حاجة هو يعني نويها كده يعني فمرة في اثنين في ثلاثة لا بيطلع ولا 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 أي حاجة بتحصل فبيجي في وقت من الوقت يقول لك أنا والله ناسي أنا كنت دايما نقول لو جيه إيه هعمل إيه ولو كذا ومش فاكر طب أعمل إيه أو حل الموضوع ده إزاي أكيد الشيخ والد العويس يجواب على السؤال فضلا مولان ربك يقول إيه أيوة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا يعني إيه طول ما ربنا سبحانه وتعالى من أنعم عليك أنت مش في بالك صحيح من عند المال وعند الزوجة وعند الأولاد وعند الشركات وعند 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 طيب إذا أصابه سوء كان يأوسا يرجع لمين بقى يرجع لربنا يا رب أنا هأنفك المال يا رب أنا هساعد المحتاج يا رب أنا هعمر المساجد طيب ما كانش لهم الأول أيوة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا كل كل يعمل على شاكلته أيوة فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا طيب فربنا سبحانه وتعالى نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا كتير كتير ومن نعم الله سبحانه وتعالى إن ربك يختص أقواما تهرع الناس إليهم عند الحاجة زي ما ربنا سبحانه وتعالى سخر هذه الجمعية المباركة جمعية عمر ابن عبد العزيز لخدمة بيوت الله تبارك وتعالى فتجدها لا تكل ولا تمل في المساعدة في جميع مساجد ربنا سبحانه وتعالى تلاقى في الشرقية المنوفية الدأهلية الإسكندرية بني سويف في كل مكان في مصر ربنا سبحانه وتعالى يسخر هذه الجمعية المباركة بكل ما بها من عمال صحيح فربك سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيها ويكرمها ويسهل أمورهم يا رب العالمي يا رب أنا بشكرك شكرا جزيلا شيخ وليد العويسي من علماء الغذر الشريف كان معنا النهاردة تقريرين عن مسجد اسمه المسجد الكبير اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبد في محافظة الدالية محتاجين إعادة البناء مرة أخرى ومحتاجين أهل الخير معنا أيضا كان معنا مسجد اسمه مسجد الرحمن اللي موجود في قرية الوفاء بالعمرية بالأسكندرية أيضا المسجد على طريق وتعداد السكان كبير جدا ومحتاجين إعادة البناء مرة أخرى أهل الخير معنا ومنتظرينكم إن شاء الله في إعادة بناء بيوت المولى تبارك وتعالى إن شاء الله هتنتعى الخير أنا بشكركم شكرا جزيلا دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة